في بداية هذه الجائحة التي عمت العالم بأسره تحدثنا معكم بشأنها و قدمتم جملة كبيرة من النصائح و ذكرتم الناس بالله إلا أن طول المدة يحتاج الناس معها إلى مزيد من التذكير كما أن الناس أيضا مع طول المدة ربما ينطوون على أحزانهم و تتداخلهم أفكار و وساوس كثيرة طرحنا هذا الموضوع في البرنامج في التويتر بالتحديد و في الفيسبوك و شاءتنا أسئلة جميلة و جميلة سنقتصر عليها إن شاء الله و تعالى في لقائنا هذا لأنها تلبي ما نريد أم عبد الله تقول كيف يعيش المؤمن في هذه الحياة متوكلا على الله في جميع أموره مع ما يعتريه أحيانا من اليأس و العجز عندما تحل عليه ملمة من الملمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و أهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فالجواب المباشر عن هذا السؤال هو أن ينهض المسلم و أن ينشط من حالة اليأس و القنوط بسبب الابتلاءات و المصائب التي تمر به فلا يستسلم و لا يخضع عليه أن يحمل نفسه على عروة الصبر و ما أجدره أن يفعل ذلك فإن الله تبارك و تعالى يقول و استعينوا بالصبر و الصلاة و يقول إن الله مع الصابرين فليستصحب معية الله تبارك و تعالى له بجميل الصبر بحيث يمسح عن عينيه دموع الأحزان و ينفض عن أثوابه غبار اليأس و الألم و الشكوى عليه أن ينهض ليتحمل مسؤولياته فليس معنى الصبر أن يواجه المصيبة بالنكوص و القعود و الشكوى و بث الألم و الاستئسار للحزن و الوجد بل عليه أن ينفض عن نفسه كل هذه المشاعر و أن يحمل نفسه على الصبر الجميل و أن يرضى بما قدر الله تبارك و تعالى له فيخرج من حالة الحزن و يأخذ بالأسباب إن كان في بلاء فلينظر في نوع هذا البلاء و ليواجه هذا البلاء بما يستدعيه من أسباب فإن الله تبارك و تعالى في وقتنا هذا قد أباح قد أتاح من الوسائل و الأسباب ما يعينه على التسامي على تلك المصيبة التي وقع فيها أو حلت به و إن كان بحاجة إلى من يواسيه فليشك همه إلى من يجد عنده السلوان و إن كان بحاجة إلى من يخفف عنه الألم و الحزن فإن المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه و من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة و من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته و المسلمون أهل تعاطف و تواد و تراحم كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ترى المؤمنين في توادهم و تعاطفهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عبو تداعى له سائر الجسد بالحمى و السهر ثم ليتحمل مسؤولياته و ليؤدي أدواره في هذه الحياة فإن حياته لها معنى لم يخلق عبثا و لا سدى و الوقت لا ينتظر لأن الحياة قصيرة هذا العمر هذا الوعاء الذي وهبه إياه ربه تبارك و تعالى لن ينتظر أن يزول عنه هذا الألم و الحزن دون أن يبذل هو جهده فيما يتعلق بمواجهته بالصبر و الرضا و الأخذ بالأسباب مع توكله على ربه تبارك و تعالى و ليباشر هذه الأعمال فيرى من حوله أنه أهل لأن يقصد بطلب السلوان رغم ما يجده في نفسه من الحزن و الألم فإن ذلك مما قد لا يستطيع له دفعا لكنه يستطيع له حملا و هذا هو معنى الصبر أن يحتمل آثار المصيبة التي ألمت به فليبتعد عن الشكوى و ليبتعد عن التذمر و التسخط و الضجر و اليأس و الجزع الذي ورد في السؤال أو مما ورد في السؤال و ليحمل نفسه على كظم الغيض و الحلم و التعلق بأهداب رحمة الله تبارك و تعالى و التماس العون من إخوانه ذوي الرأي و الحكمة و المشورة و ليطلع بما عليه أداؤه في هذه الحياة فليري من أهل بيته ليري أهل بيته من زوج و ولد و والدين و من ذوي قربى و من جيران أنه صابر متماسك ثابت ماضي مؤد لأدواره في هذه الحياة غير متوان ولا متكاسل رغم ما يجده في نفسه من الحزن و الألم و الفراق لكنه مع ذلك يخفف من كل هذا بما يؤديه في هذه الحياة من رسالته فيها و رسالة المسلم في هذه الحياة ليست رسالة كسل و خمول و تواكل و انكفاء على النفس و إنما هي رسالة عبادة لله تبارك و تعالى هذه العبادة تضفي على نفسه من الرحمات و الألطاف ما يزيل عنه ظلمات هذه الأحزان المتراكبة في رواية صحيحة عنه عليه الصلاة و السلام يقول و الصبر ضياء لأنه يبدد ظلمات الحزن و الألم و الشكوى ليفتح له آفاقا جديدة في هذه الحياة و لا يصاب المسلم كما في الحديث عنه عليه الصلاة و السلام ما أصاب المسلم من نصب و لا وصب و لا أذن و لا هم و حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة له فما يصيبه إنما هو رفع درجات و تطهير له و و قاية له من ما كان يمكن أن يكون أعظم و الدخار للأجر له عند الله تبارك و تعالى و استخلاص للجوهر النفيس الذي في داخله نعم فعليه أن يواجه هذه الابتلاءات و المصائب بمثل هذا الفهم و هذا اليقين بالله تبارك و تعالى مع الأخذ بالأسباب نعم فلنتحدث خصوصا عن ما لعلها تسأل عنه من خصوص هذا المرض نعم فسواء كان قد ابتلي الإنسان بإصابته بهذا المرض فليست هي وصمة عار أن يصاب بهذا المرض لأننا نعلم أن العدوى وصلت حد الانتشار المجتمعي نعم فلا لوم عليه نعم إن كان يلوم نفسه ليحذر الآخرين من تهاونه في الإجراءات الاحترازية فهذا ممدوح محمود لا إشكال فيه نعم ولكن عليه أن يصبر نفسه إن كان قد أصيب بالمرض و أن يعلم أن كل شيء إنما هو بيد الله تبارك و تعالى و أن هناك من أسباب العلاج و الوقاية بإذن الله تبارك و تعالى ما يعينه على تخفيف الآلام و ما ينجيه بمشيئة الله تعالى و يبلغه الشفاء و العافية فليواجه المرض بهذه النفسية و إن كان قد أصيب في أحد من ذويه أو أقاربه اختاره الله تبارك و تعالى فليعلم أن هذه هي سنة الله تبارك و تعالى في خلقه و إنما هؤلاء يتقدمون و نحن بهم لاحقون و ليحسن ظنه في ربه الكريم الغفور الرحيم فليس له أن يقعد متذمرا متسخطا فإن هذا من وساوس الشيطان و مما يتنافى مع معنى التوكل على الله تبارك و تعالى و هو معنى سلبي مذموم للصبر في هذا الدين الحنيف هذا هو الله تعالى عَلَى